يا مساء الخير ويأهلا وسهلا بكل أهلوية اللي بيداوا معنا حلقة النهاردة من السادسة كل التحية ليكم في بداية حلقة النهاردة واسمحوا لي قبل ما ندخل في تفاصيل وفي الموضوعات نتكلم شوية كلمتين من القلب للقلب أنا تعودت مع كل جماهير نادي الأهلي اللي بتتابعني أو بتشوفني على شاشة نادي الأهلي وجمهور السادسة اللي يعني بيكون حريص إنه يتابعنا بشكل مستمر من أول يوم وكلام ده أنا قلته أكتر من مرة إنه كل الأراء وكل وجهة النظر مرحب بيها أحب جدا أسمع رأي جمهور نادي الأهلي وأنا رغم إن أنا ما بحبش السوشال ميديا ولا بعمل حساب للسوشال ميديا بتفرقش معايا يعني لكن بكون حريص على متابعة بس جمهور نادي الأهلي بيتكلم في إيه وبيقول إيه وإيه الأسئلة اللي محتاج إنه يعرف إجابات عليها عشان أحاول أتواصل عارف إن الجمهور مش موجود في المدرجات فالمساحة الوحيدة المفتوحة له عشان يعبر فيها عن رأيه هي منصات التواصل الاجتماعي فعشان كده بتابع فيما يتعلق بالنادي الأهلي وجمهوره فقط لغير لا يعنيني لا من قريب ولا من بعيد أي اسم تاني أو أي نادي تاني وهنا أنا حب أقول نقطتين يعني أنا تعودت مع حضراتكم واحد على الصراحة وقلت لكم إنه شغلانتنا علمتنا إنه إحنا نستقبل كل الأراء ونتناقش في كل وجهات النظر بما فيها وجهات النظر اللي ممكن يكون فيه تعارض بينها وبينها والمناقشة دي ممكن توصلنا الحاجة تانية بعيدا عن قناعاتي أو قناعات حضرتك لازم المساحة دي تبقى موجودة دايما بين أي اتنين وبالذات في الرياضة لأنه الرياضة مفيش حاجة سابتة مفيش سوابت كله مختلف عليه كله مختلف عليه أعظم الأسماء على مستوى المديني الفنين وعلى أسماء رؤساء الاتحاد وعلى أسماء لعيبة كورت القدم في مختلف الأجيال مختلف عليه فيش حاجة ممكن تضمن عليها اتفاق واضح وصريح بالنسبة لنا باستثناء اسم النادي الأهل يعني ايه؟ يعني الأرضية المشتركة اللي كلنا متفقين عليها وأهدافنا فيها واضحة وصريحة هي اسم النادي الأهلي ما لهاش علاقة لا بأشخاص ولا برئيس نادي ولا بمجلس إدارة ولا بمدير كورة ولا بجهاز فني ولا حتى بأسماء لعبين بما فيهم الأساطير اللي احنا عشانهم صح الكلام؟ ممكن أقولك اسم لاعب واثنين وثلاثة من جمهور النادي الأهلي اللي هيشوفه أسطورة ومن جمهور النادي الأهلي اللي هيشوفه خيان وعميل يعني بمنتهى الصراحة وفي الجيل الحالي ممكن أقولك أنه اللاعب ده هو النجم الأول الفريق في عشرة غير يممكن يقولك لا في عشر أسماء تانين يستحقوا اللقب ده غيره وبالتالي القصة هنا ما هيش قصة أشخاص ولا قصة مين صح ومين غلط القصة في النهاية أنه اللي بيجمعنا واللي بيحركني أنا هنا بحكم دوري ومسئوليتي هو اسم النادي الأهلي ومصرحة النادي الأهلي فقط لا غير لا يعنيني أي شيء آخر ما بشتغلش عند مسئولين ولا يعنيني اسم مسئول كان كبير أو كان صغير اللي يهمني في النهاية النادي الأهلي يبقى ناجح النادي الأهلي يبقى في مرتبة ومكانة تليق باسمه اللي يليق بالجمهور العظيم أنا مع حضراتكم يمكن بعد خبر إقالة كابتن سيد عبد الحفيز كلمت في الموضوع ده هنا وقلت يعني وأكدت على مكانة وعلى يعني نجاح وعلى تفوق اسم سيد كواحد من أفضل مديرين الكرة اللي جم في تاريخ الكرة المصرية مش بس في تاريخ النادي الأهلي وقلت في الأول والآخر أنه إحنا من حقنا طبعا أن إحنا نعبر عن قراءنا لكن صاحب القرار الأول والأخير وكلمت على فكرة مدرسة صنع القرار في النادي الأهلي اللي أنا متأكد أنها بالتأكيد ما بيجيش إلا بعد دراسة وافية ما فيش مشكلة تحصل فيطلع مسئول عضو مجلس إدارة أو لجنة تخطيط أو شركة كورة أو حتى رئيس النادي حتى رئيس يشوفوا أنا بكلمكم على اسم محمود الخطيب قدر محمود الخطيب عند الأهلواء ما أعتقدش أنه كابتن محمود الخطيب ممكن ياخد قرار في لحظة انفعال أو قرار غير مدروس أو قرار منفرد بدون الرجوع للمسئولين في النادي واستشارتهم ودرس القرار على كافة الأوجو هل ده دفع عن كابتن الخطيب؟ مش محتاج أن أنا دفع عن كابتن الخطيب لا صوتي هيزود كابتن الخطيب وإدارة ومجلس إدارة النادي الأهلي شيء ولا هيقلل منهم شيء وأنا كجمهور في أوقات كثيرة جدا ممكن أبقى الزعلان من قرارات الإدارة كجمهور لكن حدودي هنا مش أن أنا أتكلم في مدى صحة قرار من عدمه وأنا مش مدرك وحضرتك كمان كجمهور مش مدرك لطبيعته وقلت الكلام ده قلت ممكن جدا عشان السوشال ميديا صورت في التوقيت ده أنه سيد عبد الحفيز تمت إقالته يعني كانت مصطلحات كبيرة جدا صعبة جدا على قدارة النادي الأهلي اللي مواقفها مع كابتن سيد نفسه مشهود لها بالدعم والمساندة في كتير من المواقف فمن الصعب جدا أن أنا أتخيل أن النادي الأهلي يتعامل مع كابتن سيد وقلت لحضرتكم إحنا مش عارفين التفاصيل إيه من الورد جدا 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 يكون تحضير كابتن سيد لتولي مهام منصب أعلى استغلال الكم الكبير جدا من خبرات والقدرات اللي تكونت الرصيد بتاع كابتن سيد في مشواره مع الأهلي كلاعب وكأداري في منصب يفيد النادي الأهلي بشكل أكبر ويكبر اسم سيد عبد الحفيز بشكل أفضل وشفنا مديرين كرة قبل كده يعني سابوا منصب مدير الكرة وتدرجوا في منصب أخرى ووصلوا لمراتب أعلى بكتير جدا من منصب مدير كرة في النادي الأهلي فبالتالي أنا ما عنديش الدراية أو التفاصيل بحيثيات القرار ولا حضرتك عندك ده وما تعرفش إدارة النادي الأهلي بنت قرارها على إيه وخد عندك بقى كل الناس زايدت في القصة دي بما فيه الكفاية